يحتاج مركز تورونتو الإسلامي بمقاطعة أونتاريو إلى 600 ألف دولار بحلول نهاية أبريل نيسان الجاري وإلا فإن المركز يواجه الإغلاق ولأنه لم يلجأ للفائدة لتمويل شراء العقار فإن المركز يعتمد على جهود المجتمع المسلم يقول القائمون على المسجد إن المصلين الذين يأتون إليه من مشارب متنوعة كثير منهم الشباب ومنهم الموظفون وبعض ممن تحدثنا إليهم أكدوا لنا أن هذا المكان أكثر من مجرد مسجد أو مركز مجتمعي بل هو بمثابة البيت زوجتي أسلمت من جديد لما فاتت عند السستر سايد تحكي لأنه أن أتعلم الإسلام هنا فبارت من روتين حياتنا اليومي نحن نيجع لهذا الجامع عشان يتعلم عن الإسلام بالنسبة إلي أنه يغلق هذا المكان أنه يسكر هذا رح يأثر عليك حتى كعائلة بإذن الله بإذن الله الخير في أمتي بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى حيقدر الناس أنهما يشاركوا في الستمية بإستمية ألف إنه سيكون كتاستر كبيرة لنا لو أفلت أبوابها للمسجد عشان ناس هنا ماشاء الله طيبين أوي الإدارة تعتبر أن الإغلاق ليس أمرا واردا مبدية التفاؤل بجهود المجتمع المسلم المركز جمع نصف المبلغ المطلوب حتى الآن ويبقى له جمع ثلاثمائة ألف دولار قبل التاسع والعشرين من أبريل نيسان الجاري زياد عرب أغلي أمني نيوز تورونتو